خلاف رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون مع بعض القضاة انتهت بإعفائه من منصبه وتعينه بمنصب درجة خاصة في وزارة العدل يعني الحكومة ارتئت التضحية بأحد أطراف الخلاف مقابل وقف سيل الاتهامات المتبادلة بين أهم جهتين اللي هي القضاء والنزاهة القضية اتفجرت بعد اتهامات وجهها حيدر حنون في شهر أيلول الماضي إلى القضاء أو القاضي ضياء جعفر بإغفاء ملفات تتعلق بالمتهم رجل الأعمال العراقي نور زهير هذا المتهم الرئيس القضية المعروفة طبعاً إعلامياً بسرقة القرن والمتعلقة بسرقة 2.5 مليار دولار أو أكثر من هذا الرقم هاي كلها من أموال الأمانات الضريبية نعلن مجلس القضاء الأعلى في الرابع من الشهر نفس أيلول الماضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات اللي أدل بها وذكر في بيان أن ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة في وقتها حيدر حنون غير صحيح هي مجرد ادعاءات القصد منها كان تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري بالعمارة بميسام عليكم ويانا